اشتركوا في القناة لكن المشهد تغير اليوم الحياة عادت الى طبيعتها في الشريط الحدودي لقطاع غزة مع اسرائيل هذا المحراث كان ممنوعا من الوصول الى هذه المنطقة والحال ذاته مع هذا المزارع الذي تجاوز من العمر عتية سرار فلسطيني على الاستمرار في الحياة مهما كان الثمن كانت الارض قبل وديان مطرح الدبابات وكان يمعنوا فيها الغام واشي زي هيك بس حين الوضع تغير اهم ناس سروا يتجرفوا في اراضيهم ويحرطوهم ويزرعوا فيها اجا صبرنا على خير وننا الحمد لله رب العالمين ونحن ندع للمقاومة اللي عملت لنا الاشياء هذا لانه لوم المقاومة عمرنا فحياتنا ما عدينا فيها بلادنا هذه اللي بدنا نعديها الحين الشريط الحدودي الذي اقمته اسرائيل داخل قطاع غزة لحماية حدودها التهم الاف الدنومات الزراعية على طول القطاع وظل منطقة للتدمير والقصف والقتل سابقا لم يكن في استطاعة احد ان يلتقط صورة قريبة لجيب عسكري اسرائيلي يجوب الحدود اما اليوم فتبدو الصورة مختلفة بشكر الرئيس نجاة احمد نجاة وبطلب منه يبعث لعالمه ارفعه هنا على 10 متر فوق لانه ساعدنا ساعدنا وهو عزمنا ونصرنا بسلاحه الغزيون صغارا وكبارا عادوا الى فلاحة ارضهم رحلة طويلة لمزارعين منع حتى من الاقتراب من ارض الاباء والاجداد انتهت باتفاقية بين المقاومة والاحتلال تضمن لهم عودة كريمة لاراضيهم ليبدأوا مشوارا لطلما حلموا به زراعة هذه الاراضي تعود بمرضود او دخل مادة لهذه الاسر هذه الاسر اصلا بكل صدق هذه الاسر تعيش على المناطق الزراعية تقريبا لكل مزارع ممكن اندل ميل او ثلاث دنومات فعندما يتم زراعتها بالقمح فيكفي محصوله تقريبا لعام الاقتراب من حدود قطاع غزة مع اسرائيل لم يعد معضلة كبيرة مقارنة بالاوضاع التي سبقت اتفاق التهدية بين غزة وتل ابيب لكنه رغم ذلك يحمل بعض المخاطر في ظل الخروقات الاسرائيلية واطلاق النار من حين الى اخر على الغزيين محمد الاسطل تلفزيون القدس من حدود قطاع غزة الشمالية مع اسرائيل تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر